هي مركبات عضوية غير قطبية ذات ملمس دهني تتميز بكونها شحيحة الذوبان في الماء ولكنها تذهب في المذيبات العضوية مثل البنزين، الإيثر وغيرها وتتمثل وظائفها فيما يلي 1. مخزنات طويلة الأمد للطاقة 2. تشكل حوالي 5% من المواد العضوية 3. تدخل في تركيب الغشاء الخلوي 4. تعمل كعازل حراري في الجسم 5. تعمل كعازل واق للأعضاء الداخلية 6. تعمل بعض الدهون كهرومونات كما في الاستيرويدات أما عن تركيب الليبيدات، فتتكون من اتحاد جزيء غليسرول واحد مع ثلاثة أحماض دهنية 6. أنواع الدهون 7. تنقسم الدهون 8. إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي 1. دهون بسيطة والتي تتكون نتيجة تفاعل الأحماض الدهنية وأي نوع من الكحليات ويمكن تقسيمها حسب دراجة تشبع الأحماض الدهنية ونوع الكحليات وهي كالتالي 1. الدهن والتي تتكون عند اتحاد أحماض دهنية مشبعة مع جزيء واحد من الجلسرول وتكون صلبة 2. الزيوت 3. تتكون الزيوت عند اتحاد أحماض دهنية غير مشبعة مع جزيء واحد من الجلسرول وتكون سائلة 4. جيم 5. الشموع 6. وتتكون عند اتحاد سلسلة طويلة جدا من الأحماض الدهنية مع سلسلة طويلة جدا من الكحول برابطة استيرية 6. وتوجد عادة على الأسطح الخارجية للأغليفة الخلوية 7. دهون مركبة والتي تتكون نتيجة تفاعل الأحماض الدهنية وأي نوع من الكحليات مضافا إليها مركبات أخرى مثل الكربوهايدرات، البروتين، الفوسفور أو الكبريت 8. ومثال عليها الدهون الفوسفورية فوسفولايبيدز الموجودة في أغشية الخلايا النباتية والحيوانية والتي يدخل في تركيبها الفوسفور 9. دهون مشتقة 9. وجاءت تسميتها بهذا الاسم نظرا لاشتقاقها من دهون بسيطة أو دهون مركبة من خلال عملية التحلل المائي مثل الكوليسترول والهرمونات 9. دهون مركبة